اللقاء رئيس الوزراء السيد السوداني الذي قال بأن الحديث عن محاربة الفسد دون أي محاسبة سيكون عبثيا وأشار أيضا في هذا اللقاء تحديدا إلى شبكة من كبار المسؤولين في حكومة سابقة شاركوا تحت غطاء رسمي حكومي بتقديم التسهيلات لشبكة من الصراق والفاسدين هل بالفعل اليوم الحكومة تمتلك أدوات معينة للقضاء على هذه الشبكة الحكومية بين هلالين أم يجب اتباع ربما في العراق تحديدا خطوات غير تقليدية لهذا الهدف يعني هو حقيقة الأسماء التي تم الحديث عنها من بينها سيد مدير مكتب رئيس الوزراء ونالك نائب السيد هيثم الجبوري هذه الأسماء المعلنة ونالك حديث عن أنه تورض سيد وزير مالي سابق علي عبدالأمير علاوي أولا وأحاديث كثيرة عن عنوين كانت بمكتب رئيس الوزراء أحدهم أغاء سين قنبر أغاء أعتقد وهذه الأسماء التي تم تداولها والموسوي وأسماء كثيرة حقيقة لحد هذه اللحظة لم نجد شخص خلف القطبان أعتقد أن هناك حديث فقط الموسوي أما الأسماء التي يتم ترددها في البعض أعتقد صدور مذكرة القاقبض ومصادرة أموال المنقولة والمنقولة السيد رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء عدا ذلك أنه محاسبة الأسماء التي هي غير معروفة والتي تحدث عنها رئيس وزراء بروس كبار هؤلاء ليس روس كبار وإنما هؤلاء أدوات تنفيذية يعني مثلا سيد هيثة بالجبوري تم الحديث عن استعادته الأموال لا بل وصل إلى مرحلة أنه طالب باسترداد الأموال على سعر الصرف بـ 1320 الرسمي في حين أنه الأموال التي يجب أن يستردها بالدولار أعتقد هذا نوع من الاستخفاف حتى في قضية استعادة الأموال باعتبار أن الدولة أقرضته مبلغا وممكن أن يعيده وليس هو اتهام بالفساد وتم السماح له بأن يشكل كيان ويشارك في الانتخابات هذا الكيان كان موجودا وعنوانه موجود تم تداوله في وسائل الإعلام بالنتيجة النهائية كل هذه المعطيات لا تتحدث عن رؤوس كبار لا نعرف هل الرؤوس الكبار هي أزعامات سياسية سيدة بلاسخر تحدثت بكل صراحة بأنه لا يوجد الزعيم في أحد تقاريرها ليس هذا وإنما السابق لا يوجد الزعيم غير متورط في الفساد وبالنتيجة النهائية إذا أردنا محاربة هذه العناوين يعني من معنى أن النظام يحارب نفسه فهذه الأنواع من التصعيد بالخطاب والحماس الإعلامي أكثر مما يكون هناك واقعية في وجهة نظري واقعية الحقيقية في محاربة الفساد هو أنه يستمر متابعة الجهود والملفات السابقة والشخصيات المطلوبة لكن بالمقابل لدينا موازنة صرفة على مدى سنة متابعة ملفات الصرف ومتابعة ملفات هدر المال العام ومتابعة الكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمال الثالثا ونقطة مهمة هناك حديث عن أموال تم إلقاء القبض عليها تم التغطية عن هذا الموضوع قرب بابلون وتحدث أحد سيد بنقين عن أن هذه أموال تابعة لأحد المقاونين بناء جسور لكن الموضوع لم يتم التعاطي معه بهذه القضية بأنه ملف فساد خطير أو هذا موضوع كأن هذه الحكومة ليس لديها أي ملف في ملفات الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر